هذا وأعربت الولايات المتحدة عن أسفها لقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تحثت على خفض التصعيد بعد عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ويتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية في غمرة تصاعد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين